اعزائي مشاهدين ومتابعين جارة المصر اليوم سهل الخير على حضراتكم معكم احمد اللاحيتي وما زلنا مستمرين في تغطية يعني المشكلة اللي كنا رصدناها لحضراتكم منذ قليل لكن طبعا بعتذر عشان آآ الصوت ما كانش كويس في اللايف اللي فات آآ الحاجة كريمة يعني كانت ماشية في بيتها في امان الله تقريبا دخل الحمام انزلقت آآ في بيتها ويعني خدوها طبعا آآ اولادها اللي ظهرها امام حضراتكم في الصورة الستاذة امنية بيتها راحوا يكشفوا عليها قالولها قالولهم دي عندها كسر في الحود وهتعمل عملية والموضوع طبيعي خالص مفيش حالة طبعا من كسر في الحود لمسواها يعني آآ يعني فيما معناها كده الى المقابر والى مسواها الاخير خطأ الطبي آآ يعني يؤدي بي حياة آآ والدة امنية هنعرف التفاصيل كانت عندها السكر وآآ بدون تحليل وبدون اي شيء دخلوها قط العمليات وحصل اللي حصل هنعرف التفاصيل يعني قولي لي اسمك ايه وعندك كم سنة؟ أنا اسمي امنية عندي خمسة وتلاتين سنة والدتي آآ وقعت يوم الجمعة اتزحلقت كانت دخلة تتوضى عشان تصلي صلاة الجمعة فوقعت واتزحلقت انا كنت مسافرة في التوقيت دوت كلمتني وانا معيني انا كنت مسافرة بس اتصلت بي وقعد تصرخ في التليفون انها وقعت على ارض وانها مش قادرة تتحرك طبعا اخواتي كانوا معاها في البيت آآ تحت ان اخواتي متجوزين معاها في البيت كلهم طلوا على صوت صرخة آآ آآ حاولوا يقوموها مقدروش مقدروش يلمسوها كان القلم شديد قوي عليها وبعدين رحوا طلبوا اسعاف الاسعاف نقالتها على مستشفى تأمين في التأمين آآ هناك عشان خاطر كانت اجازات عيد والكلام ده وامي كانت واقع يوم الجمعة وقالوا ان الدكاترا لسه هتيجي يوم الثلاث او العمليات كانت لسه هتشتغل يوم الثلاث طبعا هي مش متحملة يعني قلم رهيب وآآ طبعا اخواتي رح اقالوا خلاص يعني هي مش متحملة وعملة تصرخ مستوني من هنا ويعني حد يلحقني من القلم اللي انا فيه اخواتي تلاتة وستين احي اخواتي اه اه حد رشح لنا المستشفى في مدينة نصر اه جبنا اسعاف اخواتي نقلوها المستشفى اه كنت انا لسه جاي من السفر على طول وانا اللي ركبت معها الاسعاف وانا اللي رحت معاها اول ما دخلنا المستشفى اه لابسوها لفس العمليات على طول قلت لهم على فكرة انا والدتي مريض الضغط ومريضي السكر رح اقالوا طيب تمام ماشي خلاص احنا هنزبط له بدون اي تحليل هما ما عملوش اي تحليل قلت لهم انا عايزة اعمل لماما اشاعة عشان اعرف هي فيها ايه بالزبط هل كسر هل شرخ هل 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 انا ما عرفش برضو هي فيها ايه يعني احنا التكترة في التأمين قالوا ان هو كسر في الحوت بس احنا برضو طبعا عايزين نتأكد هو ايه رح قالولي اه احنا هنعمل اللازم طيب ماشي انا عايزة اعمل اشاعة قالولي انت جايب اشاعة معيك يقولت لهم لا انا جاي بقى اشعة معي. احنا معملاش اي اشعة. اعملو لها اشعة. رحت قالتلي احنا عند لها في العمليات جوه جهاز بيبين العظم في اي بالزبط. وبقول انا على كده بنشتغل. قلت لهم خلاص ماشي طيب تمام الحمد لله. وطبعا انا بقول بواسقة لان انا وديها مستشفى. مش موديها مجزرة يعني. راحوا اه طيب يا جماعة تحاليل لماما. قالوا احنا هنعمل لها كل التحاليل وكل الفقوصات. ما خدوش منها نقطة دم قدامي قبل ما تخش العمليات ولا عينة اتخذت من امي. نهائي. انا عمال اقول لها والله العظيم. ايوة. انا لان انا شايفة ان الامر مش طبيعي. وبعدين رحت قالتلي احنا عارفين شغلنا. طبعا لما هي قالتلي كده. قلت خلاص. طبيعي احنا وديناها المستشفى ومديناهم امانة. خلاص ورح تسكت. امي دخلت العمليات يأدوبك احنا رحنا المستشفى ما كملناش اه نص ساعة اه في التجهيزات اللي هي اللبس بس الروب العمليات ده اللي لبسته. وآآ جم ياخدوها عشان ينزلوها غرفة العمليات. انا ما سبتهاش لحظة. انا نزلت معاها حتى في القصنصير لما هم اخدوها. قالوا لي نزلي عاش سلم. قلتوا لهم لا انا خليني معاها. ونزلت معاها لحد ما دخلت. لحظة بلحظة. انا ما سبتهاش لحظة واحدة. لحظة. لان هي ماما يعني واحنا في الاسعاف كتماسك ايدي بتقول لي ما تسبنيش. فوالله ما سبتك يا امي ما سبتهاش. لحد ما دخلت العمليات وانا واقفة قدام باب العمليات. لدرجة ان هم اخدوها. وانا يعني قلبي يعني مش متطمن على امي. لدرجة ان انا عمالة بص من الخرمي كده بتاع العمليات. بس هم طبعا باب جوا باب. انا طبعا ما شفتش حاجة. وفضلت قاعدة قدام باب الا. يعني انتوا شعرتوا في كل الاواد دي من اول ما ولدتك واحدة. الامر مش مريح خالص. انا مش مرتاحة بس في نفس الوقت بقول خلاص ده امر طبيعي. يعني هم عارفين شغلهم. انا صدمة. انا مصدومة. انا مصدومة صدمة عمري. اكسم بالله. امي وقعت وقعت كبيرة قد كده وكتيرة. ودخلت رعايات قبل كده بس كتبتتكلم مع عنا وكتبتقوم وكتبتبقى كويسة وكتبترجعتين شي تاني. وكل حاجة. وكانت كويسة ما فاش اي حاجة. المراضي بقولي يعني وقع يا امي وقع وقع كسر في الحوض تموت فيها. يعني انا لما ماما توفت دخلت لها بقول لها يعني انت كده خدعتيني. انت انت يعني انت صدمتيني فيك يعني ازاي? انت لسه كنت بتتكلم معي من ساعة. يعني ازاي عملت في كده? يعني انا كنت في صدمة يعني يا رب ما يكتبها على اي حد ابدا. كانت بتتوضى وراح تتوضى شباب. كانت ماما بتتوضى كانت راح تصلي صلاة الجمعة وتزحلقت. يعني ما كانش فيها اي وكانت مكلماني قبلها بيوم لان ماما كانت دبحة ومكلماني قبلها بيوم وانا مسافرة بتقول لي يا بنتي انا شايلالك لحمتك وشايلالك حكتك وشايلالك والله وبتكلم معي كويس جدا. وبرضو احنا في الاسعاف كانت بتتكلم معي كويس جدا. مكانش في اي حاجة وبنتكلم مع بعض وعملة يعني اوريها سوار ولادي واحنا في العيد هناك واحنا في السفر والكلام ده كله بتتكلم وبرضو اول ما دخلنا المستشفى ودخلت على السرير هناك كانت بتتكلم معي وقالت لي شربيني عطشانة وراحت مشربها بقص وغير خالص قلت عشان خاطر دخل عملية بلاش. خش على العمليات يعني خش على العمليات يعني انا بقول اي ده يعني معلش انا بقول اي ده اي ده اي ده. فين يا جماعة الدكتور فين يا جماعة الدكتور قال الدكتور جاي في الطريق يا جماعة فين قاله جاي في الطريق دخلوا يا دوبك يعني ماما ما كملتش تلت ساعة ساعة انا مستش غرفة مستهاش. فضلت واقفة قدام باب العمليات. انا مستهاش. فضلت واقفة. ما كملتش نص ساعة ولقتها خارجة. انا شايفة. كان في عملية نظافة طلع قبليها. من العمليات عملت نظافة. مش ممرضة. بسألها. بقول لها ماما عاملة ايه? اخبرها ايه عملية العملية? قالت لي اه دي كويسة وزي الفل. قالت لي كويسة وزي الفل. بس ادعو لها. لقيت ماما طلع يا دوبك وراها مفيش على طلع انا ببوص الماما ميتة اقسم بيا ما مية انا شايفها دي واحدة مايةسة. باين عليها اوي. وبعدين فبقلوا يعني هم قالوا هي تخرج في عطاة بعدية بعد العملية. وهتخرج تاني يوم من المستشفى بقولهم ماما هتعود قد ايه هنا في المستشفى? قالوا لي مش هتاعد كتير. منتك هتخرج تاني يوم الصبح. دا اللي قالوا لو يا. انا many Aubrey انا شفتش الدكتور غير بعد العملية. هتخرج تاني يوم الصبح. قلو للي ان العملية بسيطةека. بسيطة. القلول لي العملية بسيطة. هم قالوا لي كده قالوا العملية بسيطة. ومامتك هتخرج تاني يوم الصبح. قلنا الحمد لله. مي سبب الوفاة? سبب الوفاة? انا ما عملوا فيها ايضا. هي خرجت من العمليات انا شايفها ميتة. قالوا لي احنا هندخلها الرعاية. طيب ليه يا جماعة? لان قالوا لنفس وقف تماما. قالوا لنا كده. الدكتور قال لي نفس وقف تماماً بقطة العمليات. بس انا رجعته لها التاني بالاجهزة وبالصدمات ومش عارف ايه والكلام ده كله. يعني هي دل الوقت يا دكتور كويسة. قال لي كويسة. هل هم ما عملوا العملية? الله هو اعلم عملوا عملية. لا هي في عملية مصمر في الحوض بتقعد نص ساعة. الله هو اعلم عملوها ولا ما عملواش والاول ما دخلت خدت البنج وماتت في وقتها. وان هما الخياطة بتاعت امي عاملة زي ما يكون خياطة. يعني شكل سريع. اه حقنة البنج هي اللي قدت الى. اكيد اكيد. اكيد لان السكر كان عالي. امي على طول سكرها كان بيبقى عالي. على طول امي كان بيبقى سكرها في الربعميات والتلتميات والممرضة. في ممرضة وحيدة بس بنت حلل هناك. يعني انا دخلت على امي الرعاية. اه امي ميتة. بقول لها يا امي عاملة كده ليه. الممرضة عمالت قولي بيعنيها اني امي ميتة وعمالت حسسني وانا مش فهمها تماما او انا مش عايزة تحدقها خالص. ففي ممرضة هناك حسب يا الله وانا اعمل وكيل فيه بيقول لي لا هي عايشة والجهاز شغال. وبص الجهاز اصلا طلع ان هي النفس شغال وكل حي. بقول له يعني ماما عايشة قال لي عايشة بس هي كانت ميتة. وممرضة بتبصلي عايزة تنبهني اني امي ميتة. وانا كل دوت مش فهمة لان انا مش عايزة استعود. في ممرضة عايزة عايزة تقول لي. وعمالت بصلي وعمالة بتقول لي ايه بقول لها ماما كويسة. راحت قالت لي طيب هو لو النفس راح. في حاجة تاني. قلت لها لأ مفيش حاجة تاني. قالت لي كده والله العظيم. قالت لي لو النفس خلاص راح. في حاجة تاني هو احنا مش كل اللي احنا فينا اللي بيعايشنا ايه. مش النفس قلت لها ايوة. قالت لي طيب ايه تاني. وانا كل ده حاسة ان انا مصدومة. انا حاسة ان انا كنت فقد الوعي. او ان انا مش عايزة افهم او انا مش عايزة افاول على ماما او الكلام ده كله. حاسة ان انا صدمة. اه دلوقتي انتو مشيتوا واخدتوا ادراعات كنونية في الموضوع? احنا انا لا بس انا او يعني اول ما طلعت من اه غرفة الرعية دخلت للدكتور. بقول له ماما عاملة ايه? اخبرها ايه? العملية اخبرها ايه? قالي عملية كويسة واخبرها ايه? زي الفول وما فياش اي حاجة. بس دعوه لها ان شاء الله ان هي تبقى كويسة وكان بيكلمني مرتبك جدا جدا جدا. اكسم بالله الدكتور بيكلمني مرتبك. بيكلمني انا واخويا وكان مرتبك. والمفروض على قال لي حتى يبص عليها بعد العملية. والله العظيم ما دخل ولا بص عليها. وبعد العملية مباشرة راح لبس ومشي. ما شفناهوش تاني. مش مرتبة. خالص ولا هتم ولا دخل بص عليها. قال لي تمام وهي ميتة. ولا دخل ولا بص عليها ولا اي حاجة وروح لابس. واحنا شايفين هو ماشي قدامنا احنا بس اتوقع. كيان ان هو واقف تحت. ما في اي حاجة. كانوا عايزين خمسة وامانين الف واخده اربعين او خمسة واربعين اخويا اللي دفع تقريبا. وندهت علي وهي ماما في الرعاية. يعني ماما في الرعاية المنمردة ندهت علي. قالت احنا عيزين خمسة الاف. قلت لها بتوع ايه. قالت لليليوم في الرعاية بخمس الاف. قالت لها طيب ماما هت удивعت في الرعاية كم يوم? قالت 리 الله هو اعلم. الله هو اعلم. قلت لها طيب قلت لcoming ربحي دلوقتي. فلوس وهي في الرعاية وهي ميتة. اه. وهي على مسكوليات ومش شخصية الكلام دا. ايوة. بس دخلت خلتي بعدها بعشر دقائل لان انا شايفاها مش مش مرتاحة بطلعت لهم قلتهم انا مش مرتاحة. امي مش مرتاحة يا جماعة. دخلت خلتي للممردة ديت. قالت لها اختي ميتة صح. وقولي لو اختي ميتة قولي وحنا مش هنعملك حاجة ولا هنتكلم معك في اي حاجة. قلت لها اختك متوفية بقالها ساعة ونص. وهي ساعة ونص وهي امي كانت خارجة من العمليات. الكلام دوت كان بقالها ساعة. يعني معنا كده ان امي توفت اول ما دخلت العمليات. وهم بيقولون ان هي عايشة على اجهزة. طبعا يعني انا انا من الصدمة انا حس ان ان كنت شايفة حاجة طبعا ان عادت اسرخ. وكنت حس ان انا يعني فقدت الوعي تماما. شالوا الاجهزة في ثواني من على ماما ودهان في ملاية. ولا تقارير. شالوا الاجهزة بسرعة من على ماما لما لقونا عادت اسرخ والكلام ده كله بسرعة شالوا الاجهزة وشالوا كل حاجة. وشالوا يعني ما كانش في كلنا اصلا في ايد ماما. اه. ما كانش فيه. وراحوا مديوهانا في ملاية بسرعة. ده اكد لنا ان ماما هم في حاجة غلط عملوها. مفيش مستشفى هاتمشينا كده من غير اه حتى يعني اللي هي تصريح الدفن ولا الكلام ده كله. مدوناش اي حاجة من الحاجات دي. وراحوا شالوا الاجهزة بسرعة. وندفعين النص. النص التاني لا ما دفعناش. لما قعدنا نصرخ وعرفنا ان ماما ماتت والكلام ده كله محدش سألنا في فلوس. لو هم مش غلطانين اكيد كانوا خدوا حقهم يعني كامل كانوا طلبونا بالفلوس لكن هم متعلبوش. عملنا محضر في اسم اول مدينة نصر. ده تاني يوم. وبعدين رحوا لفهم ماما في الملاية. وانا والله مش في وعي يعني انا لو في وعي على قل ما كناش استلمناها ويه بالوضع دوت. وهي لو هم مش ما كانش في خطأ طبي. على قل كانوا قعدوها وكانوا يعني عملوا كل اللازم من هما اه ورق خدناه اه تقارير طبية. الكلام ده كله ما حصلش وما دوناش اي حاجة من الحاجات دي يا دوبك هي ادهننا كده جثة اه روحنا تاني يوم المستشفى بعد ما حسيت ان انا فوقت بقيت اتكلم نفسي في الجنازة. اقول لهم ايه ده? ازاي السلامتي ماما? ازاي حصل كده? ازاي كده? تاني يوم لما رحنا المستشفى انا واخوتي اخوتي كانوا سافرين. اخويا كان في الحج. واخويا التاني كان نسافر. طبعا جم على طول. مجرد ما عارفوا على طول جم. وآآ كانت قبل ما ماما تدفن. وحضروا جنازتها وتفنيتها هم اللي دفنوها. بعد ما فوقنا بعد الجنازة بشوية. رحنا المستشفى. انا رحت المستشفى انا واخواتي. قلت لهم انا عايزة التحليل بتاعت ماما لعملتها مبارح. فين? قالوا لي التحليل موجودة. قلت لهم هاتوها. انا عايزة شوفها. وعايزة الاشاعة اللي انت عملتوها الماما. قالوا لي ماشا هنديكوا كل حاجة لما عادنا نصرخ ونزع. رح اقالوا التحليل هنجيبها لكم دلوقتي. ما جابوا الناش تحليل. اخويا قال لهم ايه مستنين ايه? عبار ما تعملوا تحليل غيرها? رح اقالوا له لأ ما تقول لناش كده. احنا ما نجد اي دعوة. ورق والدتكو في النيابة. فيش تحليل. رح اقالو لنا ورق والدتكو في النيابة. قلت لهم نيابة. نيابة ايه? هوا احنا كنا جايين محكمة ولا كنا جايين مستشفى. اللي ورق والدتي النيابة. هو الدكتور كان بيقامل نفسه. رح قاله رحت المديرة المستشفى قالت لأيوة بالضبط الدكتور بيقامل نفسه. واحنا ماناش اي دعوة. رح يترد ممرضة لما قعد تسرخ ازاي ما عملتوش تحليل. في ممرضة رح يترد احنا ماناش دعوة. احنا قلنا له نعمل تحليل ونعمل اشعة. هو قال لأ. هي جاية جاهزة. جاية جاهزة ازاي? احنا عايز اعرف الاجراءات القانونية اللي اخذتوها وعايز اعرف التقرير اللي ايه? الاجراءة القانونية اول حاجة قدمنا بلاغ اللي اسم اول مديرة نصر. وبعدها بتاني يوم تبعينا المحضر رحنا النيابة. واكلي النيابة طلب مننا الاوراق وتقارير. ودنا الى بتاني يوم بعدها بتلاثة يام على طول. وده اخويا كبير دخاله على قال له ما حصل حكاله ما حصل كله. احيلOR ما عندك يعني ما يثبت. الكلام ده قال له اوه. جبرناه له كل اللي يثبت واكلي النيابة. يوم بازن الله اول تحقيق هيحصل بكرة لحد. يعني يوم الحد بكرة بازن الله اول تحقيق%. اقول لك هيستدعي المستشفى. هيستدعي المستشفى هيستدعي الدكتور. دي اول حاجة تحصل بكرة بازن الله. وانا بقدم بلاغل النyan بالعام. انا بريد عايز حق امي. انا مش عايز حاجة غير حقق امي. بس انا بقدم بلغ للنهاب لعنى مسايد وزير الداخلية والسايد وزير الصحة. انا عايز حقق امي فقط لغير. التقرير طالع بيقول ايه? التقرير بتاح المستشفى الشهير اللي من ناصر كتبين ان التقرير يعني خلاص القلب وقف. كاجاب صدمر في القلب وحاجات من دمخهم لهم ما كتبينة. وما عامي ما عنداش اي مشاكل في القلب نهائي. امي كل اللي كان عندها ان هي اصلا كانت مشاكل اللي كتحان ده ان السكر كان حصل بتر في صبع رجليها. حصل بتر في صبع رجليها التاني. اه كان عندها خلق في المفصل. اه السكر. الضغط. لكن ما كانتش عندي اياها عندها اي مشاكل صحية خالص. ولا كان عندها حياة في القلب. ولا اي حاجة خالص. ماما رايحة اخر ما حدا قبل نخل عملي. ماما بتكلمني وبتقول لي ما تسبنيش. لاخر لحظة والله العظيم وماما بتقول لي ما تسبنيش. انا ما كنتش عارف ان ماما اصداها ان انا ما سبحاش ان هي دخل انهم هيموتوها جوا. احنا مامنين بالله موحدين. وعارفين ان دي ساعتها حتى لو ماما كانت في بيتها. عارفين ان ساعتها وعارفين ان ماما هتتوفى في الوقت دوت. لكن هما سبب ان زي انه هي تدخل عمليات بدون تحليل بدون اعشعة. احنا يعني احنا اتكلمنا معاكم دلوقتي عشان خاطر اللي حصل في ماما ما يحصلش في اي حد تاني. عايزين حقها. عايزين حقها. عايزين حقها. الدكتور دوت المفروض تتقفل تماما والمستشفى ديت المفروض تتقفل. بس الكفاترية اللي قدام المستشفى لما شافونا بنصرخ وبنعاية. قالوا ان اصلا معروفا ان المستشفى ديت اللي بيخرب فيها ما بيطلعش غير ميت. لان اصلا عمرها ما تتقفل لان صاحبها عظمة كبيرة. زي مشاهدين ومتابين جارية المصر يوم ده كان لقائي مع اصرة الحجة كريمة يعني بسبب الاهمال وبسبب خطأ تبدي او ده بيه حياتها طبعا يعني اه اخدوا كل الاجراءات القانونية في الموضوع ومستنين الفترة اللي جاية اه هنشوف ايه اللي يحصل طبعا اه اه كل اه مقال مقام اه اللي ليه حق بياخدوا كده كده اه هم بيطلبوا بحقهم وبيطلبوا فيه التحقيق اه بالموضوع كنت معكم انا احمد الناحيتي احمد الناحيتي